مع بداية شهر الميلاد تتجه الأنظار إلى الحجزات في القطاع السياحي فتعقد الأمال لكسب رهان الربح وتحريك العجلة السياحية إنما حتى ساعة لا تزال هذه الحركة تراوح مكانها مع نمو بسيط لا يعول عليه مقارنة بالسنوات الماضية تحضيراتنا للعيد كل المؤسسات السياحية بتحضيرات وجهزية تامة معاولين كثير على العيد لأنه صارنا شهر ونص بركود إلا الفترة هي اللي عمل فيها عروض للطيران من العراق بإتجاه لبنان هون الفنادق من فئة 3 و 4 نجوم انتلت كلها لمدة 8 أيام متوقعين على العيد يكون نسبة الإشغال تروح لحد الستين سبعين بالمية المشكلة طبقة إنه مع هالركود هيدا اللي عم نعيشه عم تتراجع أسعار الفنادق عم تتراجع أسعار المؤسسات نحن اليوم منتظرين على العيد بدأت ما تكون الإقامة للأسواء العربية اللي كانت عادة تنجي على لبنان وكان عندك المغرب تونس والمصر اليوم يمكن يكون العدد قليل كتير من مصر اللي جاي الأوروبا كتير متراجعة بشكل كبير نحن اليوم متوقعين يكون الإشغال كله على العراق لمعدل إقامته سبع تيام وبحسب رئيس نقابة شركات تأجير السيارات جرار زوين فأن العدد الإجمالي للسيارات السياحية لعام 2011 كان سبعة عشر ألفا لينخفض إلى تسعة آلاف عام 2013 تفاديا للخسائر التي استمرت عام 2014 حتى وصلت أعداد سيارات الإيجار في لبنان إلى سبعة آلاف وهذا العام عادت وارتفعت إلى تسعة آلاف إنما حتى الآن تقدر نسبة الحجزات في هذا القطاع بثلاثين في المئة بتراجع خمسة عشر في المئة عن العام الماضي بحكم أن لا حجزات جادة بعد الثاني والعشرين من هذا الشهر أقله حتى الساعة نحن شفنا وزير السياحة وشفنا دولة الرئيس الحكومة وكان في وعد بأنه يمشوا بالخطة اللي نحن ماشيين فيها واللي هي تقضي دعم تذكرة السفر باتجاه لبنان بفترات الركود تركيا اليوم حق التيكت وان يورو بلاس تاكس من لندن هي وان باون بلاس تاكس كل واحد بتدعم الدولة بمئة ومئة وعشرين دولار تيوصل على لبنان ضغر الدولة من معدل إنفاقه حصتها راجعة دبل يعني معدل إنفاق السائح العراقي لما بيجي على لبنان من الخمسة إلى سبعة آلاف دولار حصت الدولة خمسمائة إلى سبعمائة دولار إذا دعمت التيكت بمئة وعشرين دولار هذا حساب بسيط كلنا منعرف إنه هي الربحينة طيب ليش بعد ما صار له هلأ؟ لأنه ما فيش مجلس وزراء ولأنه ما فيش قرارة هذه الأرقام وهذه المؤشرات يجب أن لا تخرج عن كونها تأتي في جو لبنانيا وإقليميا غير مستقر حتى أنه في مقارنة مع الدول العربية المحيطة تكون السياحة في لبنان جيدة ففي الأردن كشفت هيئة تنشيط السياحة الأردنية عن انخفاض أعداد السياح الذي نزار الأردن بحدود 6% وبالتالي بين الانخفاض والتراجع وبين النمو العالي يبقى الاستقرار والنمو البسيط أفضل الأوضاع رشال كرام قناة الجديد